السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمية اليوم إن شاء الله سنتعرف على كيفية التمييز بين الفعل والاسم كيف أميز بين الفعل والاسم وهناك مجموعة من الطرق سوف نتعرف عليها كالآتي فالاسم يقبل ال الخاص بالتعريف مثلا عندنا كلمة صلاة نضيف لها ال الصلاة مدرسة المدرسة الاسم أيضا يقبل التنوين بأنواعه الثلاث الضم والفتح والقصر مثلا كتاب سلة شارع شارع صبرا في الكلمة التي تقبل التنوين فهي اسم أيضا الاسم يقبل الجر بالحرف مثل ذهبت إلى المدرسة سلمت على محمد إذن الكلمات التي تقبل أل وتقبل الضم والفتح والقصر التنوين وتقبل حرف الجر فهذه الكلمات هي عبارة عن أسماء بالنسبة للفعل فالكلمة التي تقبل قد فهي فعل مثلا كتب يمكن أن نقول قد كتب خرج قد خرج دخل قد دخل فهذه الكلمات فهي عبارة عن أفعال أيضا الاسم يقبل النداء مثل يا أسامة يا إبراهيم يا أيها الصابر فهذه الكلمات التي تقبل النداء فهي عبارة عن أسماء والاسم أيضا يقبل التصغير كتاب كتيب شاعر شويعر إذن هذه بعض الأدوات التي تسمح لنا أن نميز بها بين الفعل والاسم هنا عندنا نشاط سوف نقوم بتصنيف الكلمات إلى أسماء وأفعال حقيبة نجح المنزل أحمد يصلي ذهب يمكن لكم الإجابة على هذه الكلمات في تعليق تقوم بالتمييز بين الاسم والفعل إذن سنصحح حقيبة يمكن أن نضيف لها أل الحقيبة نجحة لا يمكن أن نقول أل نجحة يمكن أن نضيف لها قد قد نجحة إذن فهي فعل المنزل كما تلاحظون فيها أل إذن فهي اسم أحمد يمكن أن نضيف لها النداء يا أحمد يصلي قد يصلي فهي فعل ذهب قد ذهب فهي أيضا فعل وبالتوفيق لكم إن شاء الله